بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجئ إلى حولك وقوتيك اللهم أعيني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وهديني ويستير عدالي مرحب بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة شرح دروس مادة علم حياة الأرض بالنسبة للمستوى ذي التانية بكالوريا سواء علم فيزيائية سواء علم حياة الأرض اللي كيقرأ بلغة فرنسية دونك خيار فرنسي ولمسلك دولي بالنسبة لهاد الوحدة الأولى رغم أنك يقرأ بحال بحال سواء انك انت تانية بك سيونس فيزيك ولا انك انت تانية بك اسفيت دونك احنا باقي مطابعة الحال في الوحدة الأولى وفي الدرس الأول وصلنا للأكتيفيتة رقم خمسة اللي هي لفوسفوريلاسيون أكسيداتي في 3 متاب دولار إسپيراسيون سيلولار تافوسفور المؤكسيد المرحلة الثالثة من المراحل لضائرة التنفس الخلاوي واليوم ان شاء الله بيحولها وصلنا للفيديو السابع دونك احنا باقي في الراكتيفيتة خمسة واني الفيديو الثالث عدنا في الراكتيفيتة رقم خمسة وصلنا للغاكسيون دوكسيدو ريديكسون دون الممبرانة انتارن ميتوكندريال تفاعلات ديل اكساد اختزال على مستوى الغشاء الداخلي ديل الميتوكندري ونبدأوا على بركتي الله دونك اختزال على مستوى الثالثة من الممبرانة انتارن ميتوكندريال تفاعلات الممبرانة انتارن ممبرانة انتارن ممبران انتارن نحن 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 نح ويجمع التنفسية على مستوى المركبات البروتينية على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكندري يقومون على الوكسيدان الموليكول المتعاق يتم التأكسد وتفقد الإلكترونات والبروتونات الإلكترونات إذا رأيتم السهم يتم النقل له أن يكون لديه التدفق عن الالكترونات التي يجبها من البعض الأول الأول هو إنا 11H الأول تدفق السفر تدفق السفر تدفق لديه الأول وبعده الأول تدفق أوليا ويأتي جزئة الهدوزول وهي جزئة الماء لتناء الأكسجين ضروري في ضائرة التنفس لا يمكن أن يقع لها تدفق الإلكترونات هنا ومع نوعية التفاعلات التي تقع لها تفاعلات أكساد اختزال هذه التنسبورتر تيواح تكون أكسدا ويأتي جزئة الهدوزول وهي تصبح تقع لها تائم فكي تعطيه الهدوزولة لتتقع لها تائم تائمًا تاجمع لتائم الأكسجين تائمًا تستقع لتناء الأكسجين ستكون أكسدا وتائمًا زوجة الهدوزولة لتعود على أكسدا نوعية التفاعلات التي تقوم بها هنا هي 60 راكسين دوكسيدو غيديكسيون هذا الذي يقوم بها في الدارة التنفس الخلاوي وقلنا الأكسيبتور فينال المستقبل النهائي الإلكترونات هو الأكسيجين وقلنا الأكسيجين يستقبل ذرة واحدة الإلكترونات يستقبل جوجة البروتونات زائد جوجة الإلكترونات لكي تقوم بها في فرم غدوية وهي H12 اليوم سوف نرى المفهوم في الـ Potential Redox أو الـ Potential Oxido Reduction وهو جوجة أكسيج الاختزال هذه الوثقة قدرتكم تحطت لكم كين الأساتيين الذين ينقذوا هذه الفقرات كين الذين ينقذوا إحنا غير باش نبينوا واحدة معلومة باش نسمى وش مدرناش الديتاي ديال الديتاي ديال الكور باش نعطوكم جميع الفقرات ديال الدرس بلا ما ننقذوا شيئا قلنا في هذه الوثقة هذه لكوبل غيدوكس واحد للكوبل لأنه يتأكسيج لا يتعلي من وتجهد يعني إما وهوه يشد الإلكترانات ولا يفقد الإلكترانات ماذا هوا الكوبل الجين يشد الإلكترانات ويفيا ها هو الكوبل الجين يفقد الإلكترانات وماذا هوا الجوزات السريق منك كون هوا. ما هو المهم واللي هي المهمة سوف نعرفوا ما هو المهمة واللي هي المهمة ويكتسب الاتيال بين أن هذا الـ Potential Redox هذا الجود اتحدى احمق ربه مكتب فكرة مدنين دعنا نكمل عالبي نفسها وان تعدنا بعض وطالب الابنين يجب أشياء الابنين سأبنون هذا المطا آخر وان يسعدنا العلم وان يريد الابنين وان يجب أنين من الضاء في الثالب الابنين يغير تفقد الابنين أفضل كما نطلع حتى يتطلع إلى مرور التعامل من الواطفة وقال بالمورور التعامل من الحمد تعامل البعض يتطلع بداخل الإلكترونيات ونقوم بإمكاني الواطفة تخرج الاسباس انتغ ممبران انتغ لذلك الحيز بغيشة اذا قلنا في السرلية هذا الشيء هذا اعطونا هذه الواتيقة اعطونا هنا بالاصفر هذا هو الممبران انتغ الغيشاء الداخلي هو اللي بصفر اعطونا بطبيعة الحال الغيشاء الداخلي قلنا نعرف في واحد مجموعة دي النواقل وهو تي واحد تي جوج تي ثلاثة تي اربعة وتي خمسة هدوم النواقل ديال هدوم ما الكمبليكس بروتييك ولكن نسميه كدلك لا يسميه يتحدث ديال زالي cinema المجموعة وبالدرج المنهولات ايضا على المستواة الممبران الاصفضل يتحدث موسيقى الأشباب والمقود وال AP القرية مع وجدي اخ返 ان أعراد في القناة الي şekilde حتى يوصلون للأكسيبتور والبروتون سوف يخرجون البروتون H سوف يخرجون ولكن في التذكير السابق البروتون H سوف يخرجون بطبيعة الانطلاقة من النواقل لذلك النواقل الالكترون والذي يستعملون البروتون يمكن أن يدوزوا من الغساء الداخلي يمكن أن يدوزوا من هنا لأنه يدوزوا من نواقل والباب يدوزوا منه هو النواقل والبروتون هذا هنا هنا البروتون المعطية الأول هو الكوبل فوقها الزوج النواقل يقدم يحتوي على الإلكترونات y المستقبل الأول إلا 8 موا إلا نظام إذا كنا نرى الجواب من الأول يقدم نواجه 400 ميفولت و كل الرهن 350 ميفولت نقوله 400 أو 350. نفهم. المركب البروتيني هو المركب البروتيني رقم 1. نفهم. نرى جهد أكسد اختزاله في كيفية. لديه جهد أكسد اختزال تقريبا نقوله 1-220-230. لديه جهد أكسد اختزال كبير من ال NADHH+. لديه جهد أكسد اختزال نغاتيب. هذا نغاتيب ولكن الناقص 2-220-230 كبير من الناقص 350. تي 2. تي 2. تي 2. تي 3. تي 3. تي 3. تي 4. تي 4. تي 4. تي 4. تي 5. تي 4. تي 4. تي 1-700 mV. يدعو بين الrawовой حاليه. البداي uma 6. نت license. اختزال لليه يمكن حالي تلك الاخيب. ليس ب انه لثاني وهذا هو الذي سيطلب الالكترونات لندي من الالكترونات برحل الالكترونات وانه ليصلك على التججزة في التججزة في الالكترونات هم حفظ تtype 1 تے 2 ت3 ت 4 ت 5 لن collections القادم من الالكترونات ملات الأكسجين ويكون لدي هذا العكس طبعا لديك هناك حوالي أكسجين ترسمي منه طبعا لديك هذا الشماء إلى تدرسمي هذا الشماء يجب أن كل جزئات لدينا الجزئات ترسمي جزئة من ناقل في مرقب البروتيني وعندي هذه النقطة هنا هي الزوج NADHH plus NADH plus كيف؟ NADHH plus NADH plus هذه الكوبة التي يعطي الالكترونات لهذا الترانسبرتور T1 سيكون هذا T1 لديه البروتونسيال غيدوكس كبير وبالتالي إذا كان T1 لديه البروتونسيال غيدوكس كبير سيجرر البروتونات لهذا لان تأخذ LADH plus NADH plus T1 يجرر البروتونات لها صحيح وقوي لها ولدكوية الدعيف والكوية جدوكس كبيرة الوقت يأكلون الالكترونات لهذا نفسي T2 لديه البروتونسيال غيدوكس كبيرة كبيرة من ناقص 200 تلاحظون الكوية عندو الالت zombie عندو الelektronate اللي 4 ول رجل اللي ل لوك لو 2 1 0 0 0 0 حيث البعض ينزيد الموجول كبير المغرية التواصل للغاية لذلك الالكترون تشغيل الموليكول المهجزة على الموليكول الخليط والالكترون تنزل تقلل من الشغط لفضيلة أكساد اغتزالها منخفض ويكون بهذا الى الكترون. الالكترونات يجرب الالكترونات لهذا. اذا انتقال الالكترونات يكون نقل تلقائي الالكترونات لا يطلب طاقة. بالعكس هنا يكون تحرير الطاقة هنا التدفق الالكترونات اللي يصحبه واحد الطاقة اللي بسبب هذيك الطاقة هذيك الطاقة هي اللي يتم الدفع دير الالكترونات هذيك و تدفق الالكترونات تخرجوا كون المخلوق من خلال هذيك التلقائي الالكترونات الالكترونات اللي كنت مني عنه يكون هذا شيء ده مفهم بالنسبة لادل الالكترونات ما بغناش نقزوها بغناش نكون الفصرنا جميع الفقارات سيفر المساوضة حتى يمكننا قد قد اتتكار بالطام لتجال الحالي أن يجب أن يتقل على الكثير من المتحول لصفل روما الشيء الذي يريكي في الحالي يءتح الجديد من المساوضة في الملك okay من السبب يتقل على الاقصد على الملك هذه أن تجعل الحالي خسر النهاش والفاده والفاده قليلا عندي FAD plus plus 2 électrons plus 2 protons. Les électrons ischis de cette réaction. Les électrons اللي كان حسنيه ومن هاد تفاول هاد جوش ديال إليكترونات فين كيمشيو. هم اللي كي توم ناقل ديالهم في هاد سيلة هاد اللي جنا. هم اللي كي توم ناقل ديالهم هنا вам. هم اللي جنات يوصلون لأكستر final ووالحسYgEN هم اللي كي توم ناقل ديالهم هاد سيلة هادة اللي جنات. هم اللي كي توم ناقل ديالهم هاد ناقلها المترجم للقناة 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 اللي كي تسمى الاتبي سانتاز واللي الدور دير هاد الانزيم هادا هو الالسانتاز دير الاتبي وصيناعت ولا إنتاج الاتبي هادا بنسبة الجربة غير باش نعزلو هاد الغيشة الداخل دير الميتو كوندري وعطاونا الجربة الحقيقة اللي غند درسوها ولي يلي عندي في التحت قولنا اللي فيجور 1 2 3 هادا بنسبة الأخشم لا يستطيع شمع الغيشة الداخل دير الانزيم هادا هي الميتو كوندري بالنسبة لقد عزلو هادا قصو الهواء يترحل التهمية للقضاء الميتو كوندري تلاقا من نتائج الجريبية حدد شروط إنتاج الطاقة و إنتاج جزئات الأطباء على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري نحن نجاوبي على السؤال نحن نرى الوثيقة الوثيقة أعطوني تجارب ثلاثة تحت واحد وجوجه ثلاثة نبدأ بجريبة الأولى تجريبة الأولى قلونا عندي تماما واحد الميليو إكسبريمونتال واحد الوسط الجريبي في الوسط الجريبي حوائي سيلة يساوي 8. البيعات اكسترن كبير من البيعات انترن. ومعطيناهم فلوست ومعطيناهم دي بي 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 بي. معطيناهم دي بي بي بي. ما نقول لنا؟ لديه تماساتيز دي بي. يعني لديه تماساتيز دي بي 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 بي. جربة ثانية. عندي البيعات اعطينا بطبيعة هذا المدى أنه يدعي فيه اعطينا فيه. معطينا فيها دي بي. بي بي. البيعات الداخل الداخل البيعات الميتوكندريال كي ساوي 4. والبيعات اكسترن كي ساوي 8. ومعطينا الفرق بين الجريبة الثانية و الجريبة الأولى؟ كل شي بحل بحل. الفرق واحد يحصل على رقم جوج. لا يوجد هذه الأسفار بدنكولي. لا يوجد هذه القريات تشمريكة. لا يوجد هذه القريات في الغيشاء الداخلي ميتوكندري. لا يوجد الواقع أنفسي لا يوجد انتاج الطاقة الفرق بين تجربة الثانية و تجربة الأولى هو انه لا أملك في هذا الجر교 فإذا لا يمكننا ان تملك من تجربة السفاقسة لذا اول الشرط الذي سنوم بحث أول الشرط للجارب فالأك gener إنتاج الاتبي الضبطه ، نحن نعرف من اللي فرص لأن الأسفار أيضًا آخر المزيد من الاتبي تجربة الثالثة ، شو يمكن أن نعرف الانظمة اكتبوا الانظمة تجربة الثالثة و تجربة الثالثة و تجربة الأولى تجربة الثالثة في سجر المزيد هذوك السفر بيدانكولي. السفر بيدانكولي هما كيدي. عطيناهم لدي بي بي بي. وشنو فرق؟ الفرق هو أنه هنا عندي تساوي في البيعاش. البيعاش انترن. يساوي البيعاش اكثر. البيعاش داخل هذوك الحوائصيلات. يساوي 7. والبيعاش خارج هذوك الحوائصيلات. يساوي 7. شنو لاحظنا؟ لا يوجد سنتيزة تاتي بي. ما كيش انتاج الطاقة. ادن انتاج الطاقة سيكون عندي. سيكون عندي واحد الديفيرانس في البيعاش. دروري سيكون عندي واحد الاختلاف في البيعاش. داخل دي الغيشة دي الميتو كوندري مختلف مقاننة مع الاختلاف في البيعاش. عضو א الطاقة بückt انتجيل اللي بتاسيك الفيزيكيشيب ميتو كوندريا؟ دي damage ادعو اهم طاقة milikahah من الحم missing. ادعو sir او ترثيه طاقة بالضبط امرانس في البيعاش initials. وهذاك ADP PLUS PI بواسطة هذه الأنزيم التي توجد فيها الإسفارة P وهي يتمنى لفصفوريلاسي للأدP وهي يتمنى لفصفوريلاسي للأدP وهي يتمنى لإنتاج جزيلا للأدP هذه الأنزيم تستطيع تحليل بالنسبة لكل الجريبة و بالنسبة للمشاهدة و بالنسبة للمشاهدة الظروف للإنتاج جزيلا للأدP كما تصل إلى حينها فهي يتمنى للمشاهدة وعلى جزيلا للأدP و للإنتاج جزيلا للأدP و بالنسبة للمشاهدة التي توجد بين انزيم تسمى الأدP وهي ينتج للأدP تحليل إضافة تحليل تشكب أدP لكي يتمنى أن تكون مرات الأدP و أخرى يمكنك القناة أن هناك مهتمامات ال بداخله cuz هناك نختلف الحين بين الهجانبات من الغشاء الداخلي ومن الخاصة الممbrane يمكن أن يجعل مما يكون الفكار أو المختلفة وهو الإنترير الميتوكوناترية وهو الواضح بالتحفى reader الممبرانر من الخارج من جهة الممبراني في الحييز البيغيش عنه يجب أن يكون الـ pH الصغر بكثير مقارنة مع الـ pH الداخل الميتوكندري لذلك نقول أن الـ pH يجب أن يكون صغير نحن بطبيعة حالة قوية لدينا وعرفين على مستوى الرغيش الداخلي لذلك تقالية الأكسيدات والترانسبرتور للبروتون والإلكترون فإنabys la slut outward Que jurوا THE H+. والجلب يمیقضون الأطبيقان الطابق للوصول الأ و注入 le PROTON H plus من الم cabinet الطابق للوصول الأفضل فإن البحث يتم راضчان طابق مستعد vita يحت 위한 الم أحيضًا يحتوي هؤلاء fertility يكون التركيز البروتونات H Plus مرتفع في الاسباس انتاغ منبغانير والتركيز البروتونات H Plus يكون منخفض داخل الماترسة هذا الشرط الضروري باش يكون عندي الانتاج للأطيب وتال هنا نكون سيدينا هذه الفقرة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته